الان بخصوص المرسوم بقانون واللي كيهمكم كصحفيين الان عندنا وضعية قائمة وهي ان المجلس الوطني للصحفة بعد ايام سوف يصبحوا في وضعية فراغ مؤسستي ماذا يجب ان تفعل الحكومة هل يجب ان تتفرج على هذه المؤسسة ولا نبقوا في وضعية فراغ مؤسستي كان حديث واش ما يمكنش ان نمددو لها المؤسسة هذه في اطار مرسوم يعني بقانون لغاية حال بالمناسبة فقط سوف تصادق عليه الحكومة وينشار في الجريدة الرسمية بل ستصادق عليه الحكومة وسوف يتم المصادقة عليه في اللجنة البرلمانيتين يعني اللجنة في مجلس النواب وفي اللجنة الثانية في مجلس المستشارين فكانت توجهه اولا هناك وضعية يجب في الحال اننا نعالجها لكن المعالجة لا تقوم اننا نمددو لشهور وشهور يجب ان نمددو بشكلين اللي في نفس الوقت نقول لهذه المؤسسة ترخص الانتخابة تعمل فما نخليه الفراغ ولكن ما نخليه الفراغ ولكن مشيش عوثانين نبقاوا مطولين وممدين ومجبدين لا فالحكومة قررت ان المدة تكون هي مدة ستة اشهر فصادقت على المرسوم الآن المرسوم سوف يتتم احالته على اللجنة البرلمانية في مجلس النواب خلال ايام ثم بعد ذلك سوف تتم احالته مرة اخرى على اللجنة في مجلس المستشارين سوف يعني نغلق واحد الحالة دي الفراغ يبقى المجلس يشتغل بلا مضيع الحقوق ديال الصحفيين خاصة في المهام التي يقوم بها لكن بعد ستة اشهر يجب ان نتوجه مباشرة الى الانتخابات لان الدستور واضح في الحديث عن هذه المؤسسة واكد مرة اخرى على انها يجب انتخابها بطريقة ديمقراطية بخصوص بخصوص الافراج وبلا من يمكن بلا من توسع فشي انتكاسة ما كلا انتكاسة لا تحاج احنا تدخلنا لكي لكي نزع ما بكل ما تقتضيه المسؤولية وتدخل سفتي حقا التدخل بناء على الدستور الدستور يعني الاختصاصات الحكومة في الدستور واضحة لا يمكن ان ترك مؤسسات يعني الاصل بان المبادرة الشريعية تأتي من الحكومة اننا نخليها في حالة فراغين مؤسسات فهذا هو الذي يتكلم عنها هي لا هي الذي يتكلم عنها الذي يتكلم عن المجلس هو لا تتكلم عن المجلس تتكلم بأنها تكون هيئة ولكن قرأ قبل منه يقول السلطات العمومية تقوموا بكذا مني كتبدا الفصل 28 في البداية كتلقى بأن السلطات العمومية تقوموا بكذا في من هذا المنطلق كان التحرك ديالي الحكومة بناء على هذا المقتضى الدستوري وبناء على مجموعة من الفصول اللي كتحدد اختصاصات الحكومة لذلك تدخلنا لكن كيف ما قلت تدخلنا لكي نملأ أفراغاً مؤسستياً لكي لا تبقى هذه المؤسسة يعني لأنه الآن إلا انتهى الأجل لن تصلح لي شيء مغدر الانتخابات لأتى شيء لكن نمدد بقدر دون أن نمس بالدستور اللي في الجوهر دياله يتأسس على الديمقراطية وعلى الانتخاب وأنا ذاك يعني نخليه الأمور تمشي في الالتيجة هذا زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بريس